و من أعظم ما يتقي المسلم به من السحر و من غيره من الشرور أن يقرأ سورة الفلق و سورة الناس هاتان السورتان سبحان الله يعني أنظر إلى عظمة القرآن و بلاغة القرآن هاتان السورتان كما يقول الإمام المقيم و غيره من أهل العلم قد تضمنت الاستعاذ بالله عز وجل من جميع الشرور في الدنيا من جميع الشرور في الدنيا أي شر يخطر بالك تجد أن هاتين السورتين قد تضمت الاستعاذ بالله من هذا الشر ففي سورة الفلق جاءت تنصيص على الاستعاذ بالله عز وجل من شر السحر و السحرة و من شر النفاثات في العقد فمن داوم على قراءة هاتين السورتين مع سورة الإخلاص دبر كل صلاة و قبل النوم و كرها بعد الفجر و بعد المغرب ثلاث مرات فإنه بإذن الله عز وجل تكون حصن حصينا له من السحر و من غيره من الشرور لكن ما يؤتى الإنسان عندما يفرط عندما يفرط في الاتيام بهذه الأذكار و لهذا أقول يا أخي المسلم و يا أختي المسلمة أحرص على هذه السور الثلاث مع آية الكرسي دبر كل صلاة بعد كل صلاة تصلونها أقرأوا آية الكرسي و سورة الإخلاص و سورة الفلق و سورة الناس مع تكرار هذه السور الثلاث بعد الفجر و بعد المغرب ثلاث مرات و قبل النوم أيضا ثلاث مرات بإذن الله تعالى تكون حصن حصينا للمسلم من السحر و من غيره من الشرور